ركز بقى معايا في القصة اللي جاية دي لا رجنتين ولا كرواتيا ركز شوية خليك معايا في قصة الدولة العميقة اللذيذة اللي عودتنا في الفترة الأخيرة انها تخص وقائع فساد وعادة يكون أبطالها أبطال القصص الفاسدة دي من الجيش والمخابرات أو برلمانيين محسوبين عليهم انبارح الحقيقة تكلمنا عن الزغليل الصغيرين بتوع مستقبل وطن اللي بيتجروا في حطة أصار في أرض فيها أصار النهاردة أحدها اتهامات لنواب المستقبل وطن بالاتجار في الأصار انبارح تكلمنا عليها انبارح جبنا السيرة وتكلمنا عليها كلام جميل وكلام رائع جدا حلو قوي خلاص بشانجيبه تاني بقى وقلنا ان مستقبل وطن متورط في القصة دي فيه ناس كتيرة قوي متورطة فيه حلو جدا تعالى بقى النهاردة الليلة يا حضرات معنا اتنين من الكبار اللي شغلين في مجال المتاحف والأصار أحب أعرفكم بيهم يا حضرات الأول هو اللوة عاطف مفتاح اللي كان مساعد رئيس الهيئة الأندسية لمشروع المتحف الكبير الأخ ده وصحيح لا بزيته السوبر ماركت لكن يعني عادي يعني اللوة عاطف مفتاح احفظ الشكل كويس البطل التاني معنا اللي لادي هو اللوة هشام شعراوي في جهاز المخابرات العامة ودلوقتي ماسك شركة كنوز للتسويق الإلكتروني لمنتجات مصرية أثرية ده أصبر معايا الزغاليل دي كبير قوي أصبر معايا إيه بقى قصة الاثنين دول القصة بيحكيها موقع استغباراتي فرنسي اسمه أفريكا انتليجنس مين الموقع ده؟ ده موقع تابع فرنسي موقع استغباراتي فرنسي تابع لمؤسسة اسمها انتليجنس أونلاين مقره فرنسا وكاتب تعريفه بنفسه تعريفه تنشر أفريكا انتليجنس معلومات حصرية يومية ضرورية لفهم التحديات المحلية والإقليمية التي تواجهها القارة اليوم في إبريل 2020 بعدما يقرب من 40 عام من تقديم التقارير أصبحت أفريكا انتليجنس مضبوعة يومية لتعكس بشكل أفضل التطورات السريعة والمعقدة التي تحدث في القارة شهد هذا التغيير انضماما إلى النشرات الإخبارية الخمسة المقدمة للموقع ده أباوت أس ده معلومات عن الموقع موقع استخباراتي مقره فرنسا الموقع ده حضرات بيحكي ان اللي هو شام شعراوي واللي هو مفتاح عاطف مفتاح اللي هو إين دول إزاي بيتحكموا في مشاريع المتاحة المصرية وإزاي بيعملوا بيزنس من وراء القصة دي ووقعوا مع شركة اسمها شركة فرنسية نشوف كده مع الموقع مع حضرات بعده جنرالات الجيش والمخابرات يتحكمون في مشاريع المتاحة ده الموقع التفاصيل بقى اديني التفاصيل اللي يكرمك أفريكا انتليجنس جنرالات الجيش والمخابرات بمصر يتحكمون في مشاريع المتاحة التفاصيل اطلع بالتفاصيل يا علي اطلع بالتفاصيل صلت موقع افريكا انتليجنس المعني بالشؤون الاستخباراتية الضوء على تغلغل وسيطرة جنرالات الجيش المصري والمخابرات العامة في مشاريع المتاحة التي يدعم إنشاءها السيسي وذكر الموقع أن السيسي وضع تلك المشاريع الجارية في مصر تحت سيطرة حفنة من الجنرالات الذين بدورهم أصبحوا يملون شروطهم الخاصة على الشركات والمقاولين الأجانب العاملين بتلك المشاريع على رأس المتحف المصر الكبير الذي سيكون أكبر متحف في العالم وأوضح الموقع في تقرير مطول ترجمه الخليج الجديد أن المتحف المصر الكبير يعد أحد المشاريع الاستراتيجية للسيسي ويحظى باهتمامه ومتابعة تطوراته عن كثب لكنه يعاني من تأخير وبطء كبيرين في التنفيذ وكان من المفترض أن يتم افتتاح المتحف اللي تم تأسيسه في 2002 سنة 18 لكن حتى الآن فإن معرض توت عنخ أمون هو الوحيد الذي فيه مراحله النهائية وهي مساحة ضئيلة مقارنة بمساحة المتحف المقام على 117 فدان منها 108 ألف متر خاصة بالمبنى الرئيسي الموقع يتكلم عن اللواء عاطف مفتاح اللواء المشرف على المتحف الكبير وقرار السيسي بتعينه جزء يعني يعني يتعين مسك المتحف الكبير أو وفق التقرير فإن السيسي عين اللواء عاطف مفتاح مهندس معماري خريجي الكليل فنية العسكرية ليكون مشرفا على مشروع المتحف المصر الكبير سنة سبعة ستاشر ليكون مصدر اطلاعه وتزويده بتطورات عمليات البناء ده السيسي أصدر قرار في 2016 إن عاطف مفتاحي بقى هو مسؤول عن المتحف الكبير وإن هو يزويده بكل التطورات اللي حصلة والإنشاءات والقصة دي كلام جميل جد أفكرك تاني بصورة اللواء مفتاح اللي هو ده اللواء عاطف مفتاح نسيب بقى الموقع شوية ونروح ندور شوية وورا اللواء عاطف ده مين عاطف مفتاح؟ عشان نعرف هو شغال إيه فخليني شوف الخبر ده كده المكرمون بعيد الأثريين اللواء عاطف مفتاح محرك عجلة الإنجاز في المتحف الكبير يا أهلا وسهلا اتكرم في عيد الأثريين كرمت وزارة السياحة والأثار اللي هو عاطف مفتاح المشرف عليه على المتحف الكبير طبعا بعد ما يخلص وجاء أبرز أسباب التكريم أنه هو المشرف على المتحف المصر الكبير والمنطقة المحيطة به للمجودات ونقل مركب خوفه الأولى من المتحفها إيه مين هو بقى؟ هو خريج كلية الفنية العسكرية قسم العمارة وتدرج بعدد من الوظائف القيادية داخل القوات المسلحة وهو يشغل منصب مساعد رئيس الهائة للهندسية للقوات المسلحة لمشروع المتحف الكبير حد هيقول لي معلش طب هو ده مهندس انت هتفها محسن من مهندس يا حضرات الله يخليكم مش كل مهندس يعمل كل حاجة يعني ايه؟ يعني التصميق اللقسام في هندسة مدني وعمارة وميكانيكا وانتاج هلو جدا هل بقى ينفع بتاع انتاج يشتغل عمارة ما ينفع طب هل بتاع مدني ينفع يشتغل بتاع عمارة لا طب هل بتاع عمارة يسبب لا ما ينفع حد هيقول لي طب ما عطف مفتاح خريج في النهاية العسكرية عمارة ها عايزي بقى لق معلش سوري هو انا محتاج بتاع عمارة ليه؟ مبدئيا يعني ممارة المتحف اصلا اتحطت تصميماته مع اليونسكو ومحتوطة تصميماته من ايام مبارك احنا محتاجين واحد منافذ انا مش هحتاج واحد بتاع معماري دلوقتي انا مش معماري ده محتاجه لما يكون هصمم لكن ده انا اصلا المتحف موضوع التصميماته بيتفنش يعني انا محتاج واحد مدني مبدئيا انسة دي هل يعني واحد بيعمل فيلال بتاع عمارة زي واحد تخصص في بناء المتحف شغلته يعني مش كل بتاع عمارة يعمل كل حاجة في واحد بتاع عمارة اخره اخره يعمل لك بيت لكن في واحد عبقاري زي زه حداد دي او حداد دي بتاعت العراق دي واحد عبقرية يعني زي فرانك لويد رايت ده واحد عبقاري ثم انا اصلا مش محتاج دول برضو لان المتحف اتحطت تصميماته وتوضعت وتعاملت وتبلغ وطلع واحنا بنفنش بقى حاجات في دلوقتي سيادة اللي هو بيعمل اهناك بقى متعرفش طيب سيادة اللي هو دا معاها كنوز معاها ميزانية مفتوحة طيب دا معاها اثار مصر كلها سيادة اللي هو بقى كان ليه وقعة معروفة خاصة بعمل وجهة المتحف الكبير لما طلع قالك احنا بنوفر على الحكومة في سبتمبر اهو مش في المتحف الكبير يكشف وفرنا 180 مليون جنيه من تكلفة وجهة المتحف الكبير ايوا ايوا حضرتك 180 مليون جنيه يعني ايه يعني وقتها بقى اتكلم متخصصين ان سيادة اللي هو كان بيشتغل الناس واصلا محدش بيحزبه عشان يعرف هو وفر ولا لا هو اي كلام الضرة في البدنجان لكن الاختر بقى هو النتيجة للشغل اللي اتعاملت بالفهلوة مشوف كده المعانس احمد سرحان كتب ايه سيادة اللي هو اللي هو مش متخصص طبعا قرر يرمي التصميم المختار للمتحف المصر الكبير في الزبالة وبالفهلوة كده عمل هو تصميم الانارة والوجهة بنفسه وبيدعي انه بكده وفر 90% من التكلفة طبعا محدش هيحزبه او هيراجع وراه طب فين التصميم ده بقى تعالي شوف دي صورة التصميم بتاع الوجهة التي اثارت الجدل نشوف كده اهو ده يا حضرات التصميم اللي فوق ده اللي ترفض ده التصميم اللي تحطى اصلا مع بداية المتحف وترفض اللي تحت بقى لانه مش فاهم هو واحد مش فاهم اللي فوق ده مستوحى من الشكل الهرمي اللي هو المسلس وحتى الالوان بتاعته ألوان من النوبة وحيطة دي يعني له شكل قوي له علاقة قوي بالتراث المصري اللي تحت بقى تفرج تصميم ساتة اللواء لا ده بقى محل كوش هريم مش فرح العمده يا ريت فقط ده العمده حلو ده العمده عن الزوق ده بقى محلو كوش هريم شوف اللي فوق شوف رشاخت التصميم شوف رشاخت التصميم هرم مقلوب وهرم معدول وشكله انت لو شفته كده لو شفته تعرف انه مصر بص اللي تحت النيون بقى والكهارب والجو ما ليه آه ما ليه بالكهارب بقى ونحط النيونات وبتاع يا السلحكي سهلة وحد هيحزبه محدش هيحزبه محدش هيحزبه احنا دولة البزرميت احنا دولة البزرميت عشان بس تعرف ان احنا بيننا وبين العالم قرون لما جون في مدحف اللوفر مدحف اللوفر ده كان واحد من القصور الملكية ايام الامبراطور الشمس والحاجات دي اخدوا قصر من دولة تعمل مدحف اللي هو مدحف اللوفر انا اروح تاربعين مرة يا اروح تحتير يعني اما جون يعملوا حاجة في ساحة المدحف اللوفر ده فجابوا واحد مهندس صيني تقريبا او ياباني فعمل هرم زجاجي الدنيا تقلبت عليه مين ده وازاي وتم اختياره بشكل علمي وبمراجع ونعرف مين اللي حط الهرم الزجاجي في اللوفر في ناس بتحاسب عندنا الراجل شال التصميم ده وحت تصميم تاني انا لا يأملك في هذه اللحظة العصيبة قدام محل الكوشن اللي انتو اللي علي اجيبه دلوقتي ده لا أملك الا اني مع الاسى والاسف اترحم على فاروق حسني حد هيقول لي فاروق حسني اللي اه اه ايوه لان هذا الرجل فاروق حسني كان عنده حاجة عجيبة جدا كان يحترم التخصصات جدا جدا انا بقولك في وشك كده تكرهني تحبيني انت حر أنا بتكلم على حاجة انا عرفة فاروق حسني كان يحترم جدا للتخصصات وكان يقف امام المهندسين رأي واستشاري يعني لو عملنا دي يورد المهندس اللي مش تنفع كذا كذا لانها كذا ولانه فاهم هذه الجريمة لم تكن تتم في عهد فاروق حسني لانه منفعش منفع تشير الوجه اللي فوق دي وتعمل محل الانوار بتاع الكوشن دي عيب عيب بجد والله بجد عيب اهو هو ده هذا الرجل يا حضارات انا اشتغلت معاه سنوات وشفته عن قرب كتير جدا وعلى فكرة مدحف الحضارة اتعمل في عهده مدحف الكبير اتأسس في عهده عشان نخلص يعني المدحف القبطي اتطور في عهده دار الكتب والوسائق القومية اترممت في عهده القصور الملكية العلوية اترممت في عهد فاروح حسني وشفت بعيني انا محدش حكالي كيف كان يتم اختيار الشركات اللي هترمم القصور الملكية بعيني شفت بعيني ازاي كانوا بيعملوا عطاءات للشركة وشفت قصر القبو بيترمم وقصر عبدين بعيني شفت بعيني ازاي بيعتمدوا على العلم والدراسة والخبرة والسليب الشركة مش واحد كده ييجي يقول لهم نعم غير المتحب ده لا بيش حاجة اسمها كده خالص ما فيش حاجة اسمها كده وقتها ما كانش في حاجة اسمها كده ده عقلية الفعلوة وقتها عقلية الفعلوة العقلية دي تسببت في سخرية زي ما كتب الكاتب احمد ناجي كتب وقال مقارنة بين تصميم وجهة المتحف الكبير الاصلي فوق والتصميم المعدل اللي ابتكروا اللي هو عاطف مفتاح والقدارة الانسية يارب نزود ونجيب النخل البلاستيك اللي بينور عشان يدي منظر حلو لفتاح المحل والله عندك حق والله عندك حق والله عندك حق فعلا نخلتين بلاستيك بقى كده وكهارب تنزل من فوق تغطي بكده من السقف للأرض افتتاح محل حلواني وملطفي ده كده مش بس كده سيادة اللوة سيادة اللوة تلاقيه حاضر في كل الاجتماعات كل الاجتماعات بدون موجهة مفيش مدني هو اللي موجود نخش كده نشوف الصور دي سيادة اللوة حضر السفير الياباني في مصر مع اللوة عاطف مفتاح المشرف على المتحف الكبير واليساندرو فراكا سيتي الممثل المقيم للبرنامج الأمم التحدى الإنمائي حفل توقيع مذكرة التفاهم الذي أقيم بالمتحف المصر الكبير لتنفيذ مشروع لإنتاج الكهرباء بالتاقة الشمسية بالمتحف اهو سيادة اللوة عاطف مفتاح موجود في النص مع السفير الياباني يلا يا عم زاتت معاك يا عم زاتت معاك اتفض تبشيات اللوة بيعمل ايه بقى بص التقرير ده من افريكا انتليجنس بيقولك ان الشغلانة فيها لقمة حلوة وشغل من الباطن لصالح اللوة وان العاق ده يتسبب في مشكلة مع شركة اينو الفرنسية نرجع للتقرير نرجع للتقرير يا حضرات قادي التقرير قادي التقرير وبين الموقع انه تم تكليف مفتاح بالتنصيق مع عدد لا يحصى من المقاولين من الاجانب الذين يخضعونه لرقابة صارمة من جهاز المقابرات العامة القوي الملحق بالرئاسة المصرية وقال الموقع ان مفتاح وجد نفسه يلعب دول المرشد في المتحف المصري لكبار المسؤولين اخرين وبعدهم مدراء بجهاز المقابرات العامة واضاف الموقع انه بعد جولة مفتاح بنفقة عدد من مدراء المقابرات في 21 اكتوبر الاول كان القرار الاول هو استبعاد شركة اينو الفرنسية وهي مؤون من الباطن حصلت على عقد بالمشروع قبل سنتين وكانت قيمة العقد المبرم مع شركة اينو حوالي 4 مليون دولار وتم التفاوض عليها في القاهرة في نهاية عشرين وتضمن العقد انتاج الشركة الفرنسية ما لا يقل عن 12 الف من القواعد الحجرية والركائز بمواصفات فنية متنوعة لدعم العديد من القطع الاسرية التي لا تقدر بثمن من المجموعة بعضها هشل الغاية والبعض الاخر يزن عدة اطنان طير الشركة طبعا الضحك بقى الضحك على الشركة الفرنسية عمل مشاكل كبيرة جدا وتسبب في دخول مفاوضات معاها لكن هل كان للشركة الفرنسية دي شغل تاني في مصر؟ اه فين في مطار القاهرة اين الفرنسية تفوز بمحاط منقصة محاطة رقمال الصناعية بمطار القاهرة عشان كده بنسأل سؤال بريء في الوقت اللي الشركة دي شغالة في مطار القاهرة وليها شغل من الباطن مع الجيش ومع المخابرات بنسأل سؤال بريء سؤال بريء جدا شركة اين الفرنسية كانت شغالة في المتحف الكبير لحد قريب حد ما اللي هو عطت مفتاح مشاهة اوكي؟ وشغالة في نفس الوقت في مطار القاهرة في الأقمار الصناعية في مطار القاهرة سؤال لله واعتبروا سؤال كده لله يعني هل ده كان له تأثير على الأخبار بتاع تهريب الأثار من مطار القاهرة؟ اللي كل شوانس معانا ها؟ مجرد سؤال والله ما عندناش معلومة شركة بتشتغل في أكبر متحف أثار في العالم متحف الكبير وعنده مخازن اتحطجها كل أثار في نفس الوقت الشركة دي بتشتغل في الأقمار الصناعية في مطار القاهرة هل في علاقة بقى بين الاثنين دول وتهريب الأثار؟ مجرد سؤال نروح بقى لللوى التاني بتاع المخابرات العامة اللي اسمه هشام شعراوي اللي هو ده اللي هو هشام شعراوي يا حضرات كان بيشرف على بناء صلاة المتحف الكبير برضو ولعب دور مهم جدا جدا في مفاوضات تعويض شركة إينوه الفرنسية ما الشركة لما خرجت عايزة تعويض انتوا اللي بواستوا العاد فهو لعب دور في مفاوضات الشركة دي عشان يلم الموضوع ويلم الفضيحة ما تكبرش التقرير في أفريكا انتليجنس بيقول في غضون ذلك وجد رئيس الشركة الفرنسية رجل أعمال استفان بنيك نفسه مضطر للتعامل مباشرة مع لواء المخابرات المتقاعد هشام شعراوي الذي استعانت به المخابرات للعمل في قصف مخصص لهم يشرف على بناء صلاة المتحف وتم تحديد موعد مع استفان من قبل المخابرات للقاء الشعراوي وجرى تحديد اللقاء في إحدى المستشفيات التي تقع شرق القاهرة لمستشفى وهناك تم أخذ رئيس الشركة الفرنسية في سيارة إلى مكتب الجهاز المخابرات في وسط القاهرة وفي مكتب جهاز المخابرات اضطر بنيك إلى ترك جواز سفره وهاتفه المحمول عندما ادخل المبنى وانتظر عدة ساعات قبل أن يلتقي لجنة يترى أسهل جنرال شعراوي اللي تزود وفق التقرير فإن شعراوي طالب رئيس الشركة الفرنسية بإن الشركة هي اللي تعوضنا بمبلغ مالي يقارب عشرين في المائة من قيمة العقد العقد أربع مليون وهو ما قابله بنجب الرفض في البداية لكنه غير رأيه بعد ذلك يعني استفان ده رئيس شركة إنه هيكبر الموضوع قد بتاع ده قال لك ماذا نبعت اللي هو شعراوي يخلص مع الموضوع خادوه في عربية وهو داخل مقار الجهاز سلم باسبورك وموبايلك برا ولطعوه شوية سلم باسبورك وموبايلك ده الطبيعي ده العادي يعني عادي جدا عادي جدا كل أجهزة المخابرة بترملها إنما مش طبيعي أبدا إنه يلطعوه برا فترة عشان يقابل واحد ما بيشتغلش في الجهاز أصلا طب الموضوع خلص على كده قال له انت تعوضنا تعوض مصر بـ 20% من المبلغ لـ 4 مليون دولار الرجل رفض بس بعد كده غير كلامه طب خلص الموضوع مع كده إيه اللي حصل مع الشركة الفرنسيدي اللي حصل مع الشركة الفرنسيدي اتكرر مع شركة تانية أهو ونقل أفريكا انتليجنس عن مصادر مطالعة قولها إنه في نهاية المطاف تم التوسط اتفاق شفائي بين شركة إينو وجهاز المخابرات العامة فيما يتعلق بالتعويضات المالية لكن إينو رفضت نفت في تعقيب للموقع وجود أي اتفاق للتعويض مع المخابرات المصرية كما نفت أيضا إجبارها من قبل الأخيرة على دفع عشر في المية أي ما يقرب من ربعمية وخمسين ألف دولار وأوضح الموقع أن العقد الذي وقعته إينو الفرنسية مع جنرالات المخابرات المصرية كان 13 شهر وبتاريخ 20 نوفمبر تشرين الثاني عشرين شرين وبموجبه شكلت الشركة فرقا لها بالقاهرة على النحو المتفق عليه لكن في المقابل ذلك جاءت المدفوعات من قبل جهاز المخابرات بوتيرة بطيئة بالإضافة إلى ذلك هدد الجنرالات بتولي المهمة واستبعاد الشركة بحلول مايو 20-22 ما دافع خمسين في المية فقط أن الأموال استسلم المقاول الفرنسي وأعاد فرقه ومعداته إلى بلاله بعد أن تم طرده من العمل بمشروع المتحف الكبير بالرغم من إجبار رئيسها على دفع تعوضات مالية للجنرال الشعراوي وبحسب أفريكا انتليجنز فإن شركتين أخرتان متعاقدتين مع مخابرات المصرية تعرضتا لنفس المعاملة شركة إيه؟ كاليتشرب مش عارف إيه كده؟ وشركة اسمها هالي شريب ديزاين البريطانيتين والأخيرة لا تزال تشارك في مشروع المتحف الكبير وطالما جبنا بقى سيرة اللواء شامشة عراوي ده الراجل ده طلع لما كان في جهاز المخابرات وقتها في الشركة القبضة لتنمية تقريباً الأثار أهو الخبر أهو شركة قبضة جديدة لتنمية الأثار مصر قد النصاب الكبير أكبر تاجر في أثار مصر زي حواس زي حواس ده يموت في الضوء يموت أصدر الدكتور مصطفى مدبوري قرار بإنشاء الشركة القبضة لإستثمار في مجالات الأثار ونشر الثقافة المصرية طيب نكمل هتبقى عدوية كل من زي حواس وزير الأثار الأسبق ممضوح الدماطي وزير الأسبق عمرو عز السلام وزير التعليم وسمى هيكل وزير الإعلام الأسبق أحمد الخادم رئيس الأعمال مصر التنشيسة اللي وقع شامش عراوي من مقاربة العامة وخالد نوفل مساعد وزير المالية لتطوير الإداري والفني والمستشار محمد عبدالناء برئيسنا شركة القبضة لإستثمار مش بس كده لا ده بعد ما طلع من الخدمة هشام شعراوي عمل أسس شركة لنفسه بقى اسمها كنوز بتعمل ليش شركة دي قالك بتسوق للإستثمار المصرية تحت اسم كنوز والشركة دي بتعمل نوسخ تبقى الأصل من الإستثمار المصرية هشام شعراوي كنوز تهدف لتعزيز التسويق الإلكتروني لمنتجات مصرية أثرية بشهادة من معتمدة من المجلس الأصار ماشي هتقول لي عادي يعني هقولك بقى أنت بعيد عن الليلة لأن أنا نحات واشتغلت في القصة بتاعت الأصار دي اشتغلت في اللي هي عمل للأصار عملت مع اللي كان بيشغلني يعني يعني ما كنتش بشتغل مني النفسي كان فيه دكتور كبير اسمه عوني هيكل كان بياخد حاجات ونشتغل عليها يعني يعني عملت مع التجار مع الكبير أنا كنت صغير وقتها واحد خريج فينون جميلة قسم ناح يجيبك أستاذ بيعمل بيسموها أرتزان يعني بنعمل نسخ بأدينا مش كابي يعني من أن فيه فرق بأن أنا أجيب تاج اخنتون واصب عليه واعمل منها ماستر بي too copy يعني عمل منها نسخ ماشي أخد الآلب ده بتاع اخنتون من الأصل من الأصل بس ركز معي من الأصل يعني آلب اخنتون ده أخذه من الأصل أعمل أطبع على الأصل وأخد قالب كده أطبع عليه بقى نسخ وفيه فرق أن أنا أعمله بإيدي يعني أنحاته أنا بإيدي أنا كنت من ده نعمله بإيدينا كنحاتين مين بقى اللي بيعمل من الأصل هنا بقى اللب اللي بيعمل من الأصل جيها واحدة في مصر المجلس الأعلى الأصار لما تروح الزمالك حي الزمالك تلاقي مبنى المجلس الأعلى الأصار المبنى ده هو الوحيد في مصر اللي بيعمل نسخ من الأصل ويديك شهادة معتمدة أن هذه النسخة من الأصل ولا يجوز ولا يوجد في مصر واحد يعمل نسخة من الأصل لأنه لا يعمل كل أصل أنت لا تمنك أصل أنت بتروح ترفع أنت كنحات تروح ترفع النسب وتقسها بعينيك وتجيب صور وتصغر وتكبر وتقيس النسب نسبة دي نسبة دي وتحاول تعمل نسخة قريبة ساعات تطلع ساعات لأ بس لو نحات شاطر تطلع إنها مش أصل مش من الأصل اللي يملك الأصل مين؟ المجلس الأصار السؤال هنا بقى ما هي قوة هشام شعراوي عشان يعمل شركة اسمها كنوز يستنسخ فيها من الأصار المصرية من الأصل ويديك شهادة الخبر هو هات الخبر كده كنوز خبر الأخير هات الخبر الأخير بتاع هشام شعراوي رئيس مجلس دارة شركة كنوز الفعلي ببعض الأفراد المدربين مزارة السياحة والأصار ليه؟ وأضافة شعراوي أن منتجاتنا هي عبارة عن نسخ تبقى الأصل من التماثيل الأسرية مصنعة بجودة وكفاءة عالية مين اللي إدى لهشام شعراوي صلاحية المجلس الأعلى الأصار؟ مين؟ وهشام شعراوي يروح يجيب إيه بقى؟ يجيب أرتزان ناس بتصب وتلون فقط لغير يعني ناس صببين يصبوا الأوالب دي تخيل دي صاروة ده أنت بتكلم في صاروة ده كان بيجيب للمجلس الأعلى الأصار فلوس كتير جدا فيأخذ الأوالب دي بقى هو يطبع نسخ برحته إلى مالة نهاية إلى يوم القيامة معين ده كوبي رايت مفروض يدفع لي فلوس فهل بيدفع نسبة للمجلس الأعلى الأصار؟ تبون مجلس الأعلى الأصار بيعمل ليه كده؟ ده أنا أحكي لك بقى على رأي المنايفة ده أكم من زمايا اللية كانوا يعني وخلاص خلص القصة كانوا بيعملوا كنا بنعمل أول ما بدأنا يا علي كنا بنعمل المشروع ده نعمل إيه؟ نعمل أوالب لتمثيل الفرعوني دي عشان تتبعه في البزارات بتاع الهرم وخان الخليلي الأوالب دي حسب جودتها إذا النسخة طلعة كويسة جدا القلب يبقى غالي جدا والقلب ده يعملوا نحات نحات يعني كافر ما بالك بقى بواحد بيعمل على الأصل بيصب على الأصل دي نفسه ده كانت الصلاحية واحدة بس بتاخدها هي المجلس الأعلى الأصار وكان بتعمل منها فلوس بالهابل وكت وانت طالع من المطار بحاجة زي كده يقولك معلش هاتلي ورقة من المجلس الأعلى الأصار إن دي نسخة وتقوله حقك باشا حقك وتروح المجلس الأعلى الأصار وتقول لهم دي النسخة دي أنا اللي عملها وأنا اللي عملها بنفسي أهي مش مش أصل وتتخنق بقى تخيل بقت عادي كده يعملوا شركة شعراوي ياخد صلاحية المجلس الأعلى الأصار ياه افترض إن كل ده هاكس وإن موقع أفريكا انتليجنس ده له أغراض دنيئة ومصالح واضحة في القصة دي افترض يا سيدي إيه بقى سر اهتمام لتنين دول بالأصار حتى يا عالي بيه بعد اخرجهم من الجزء المخابرات افترض منفتح تحقيق ونسأل ونشوف ليه دمرت عشرات الشباب اللي كانوا بيعملوا مشاريع للسنساخ بتاع الأصار دي وكانوا بتقبضوا عليهم وفيهم ناس نقلت بر مصر ليه ليه تدوها في الآخر اللي واحد زي شام شعراوي يعمل على عشر تلاف متر في العبور المشروع ده ليه كلكم مهتمين بالأصار قوي كده عملتوا سابوه بقى ده ايه افتحوا تحقيق افتح تحقيق لأن الموضوع بيمس صروة البلد وكمان سمعتها أكمل بعد ترجمة نانسي قنقر